كتير مننا بيسمع عن الأنيميا أو ما يسمى بفقر الدم خصوصاً إنه طبعاً بيبقى مشكلة صحية ضارة خصوصاً عند الأطفال وبيأثر على النمو بالكامل وعلى تطور الدهن وعلى تطور البدن يمكن عشان كده سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي طرح مبادرة الكشف مبكر عن الأنيميا لطلاب المدارس وإحنا شايفينها موجودة في المدرسة داحية مننا يمكن كمان كانت مبادرة كاشفة لأن قالت لنا أن في ناس كتير قوي عندها مرض فقر الدم أو الأنيميا وعايشين به دون أن يشعر عشان كده إحنا مخصصين هذه الفقرة عشان نتكلم إزاي نكتشف يعني إذا كان الطفل أو الفرد عنده أنيميا ولا لأ وإيه اللي لازم يعمله علشان يقي نفسه من خطورة اللي هي تنزل لأرقام قد تؤدي إلى مشاكل صحية لقدر الله نتكلم بتفصيل أكتر عن مرض الأنيميا وفقر الدم من خلال ضفنا الدكتور أحسين همام استشاري أمراض الدم صباح الخير يا دكتور صباحا أورا أرسال دكتور عوزين الأول نعرف للناس إيه هو مرض الأنيميا أو فقر الدم وهل هو مرض فعلا؟ الأنيميا هو مرض يعني يؤدي إلى أعراض ولكن الأنيميا في حد ذاتها هي عرض لمرض آخر سبب الأنيميا يعني في حاجة عندي ضعف أو نقص أو مشكلة صحية معي عندي قدت إلى نقص في عدد كرات الدم الحمراء وبالتالي قدت إلى أنيميا لأن الأنيميا ليست في حد ذاتها مرض إنما هي عرض لأمراض كتير مختلفة قد تكون لها أسباب مختلفة وكل نوع من أنواع الأنيميا أو سبب من الأسباب الأنيميا لها وعلاج مختلف عن الآخر فعشان كده من المهم جدا أننا لما أكتشف أنه عندي أنيميا أتوجه للدكتور المتخصص أمراض الدم مش نعرف السبب الأنيميا إيه مش الموضوع أخد شوات فيتامينات وزي ما تقريبا الناس العامة بيحاولوا يعملوا كده لكن لا الأنيميا لازم نكتشف سببها إيه الأول عشان نقدر نعالجها عشان تختفي أعراضها هي بقى كمرض نفسها هي مرض لأنها تؤدي إلى أعراض الأعراض الأنيميا الدوخة والضعف العام والزغلالة والسرعة في ضربات القلب وتسقط الشعر وعدم نظارة أحيانا في البشرة والشحوب شعور بالبرد في الإيديين وفي رجلين الأطراف بنبقى حاسين أنها بردة دكتور أحنا متخيلين أن المشكلة تبقى بسبب التغذية مثلا أو شيئ ما لكن منلاقي الطفل اللي احنا عارفين أنه لسه مولود بياخد كل حاجاته غذائية من والدته حتى وإن كان هي عندها مشاكل غذائية ولكن هو مفروض أنه هو بيبقى سليم تماما منلاقي في بعض الأطفال وهي بتعمل لها تحليل الأولية عندها نقص حديد جاملين وزي؟ ده السؤال مهم عشان الأنيميا في كل مرحلة عمرية أسباب اللي بتؤدي ليها ممكن تكون مختلفة على المرحلة عمرية الأخرى فهنتكلم تحديدا عن الأطفال الأطفال في حالة نمو مستمرة فاحتياجهم اليومي من المعادن الأساسية في الأكل زي الحديد وغيره والفيتامينات الأساسية في الأكل زي الفوليك أسيد وفيتامين بي تويلف والفيتامينات المختلفة بكميات أكبر من البلغين يعني هو محتاج كمية أكبر مني أنا أنا أفلت خلاص له أطول أكتر من كده ولا هعرض أكتر من كده إنما الطفل لسه بيجني كل يوم بيزيد فاحتياجه اليومي من المكملات الغذائية والمهات الغذائية الأساسية أكبر من البلغين شوية عشان كده جودة الأكل مهمة جدا بالنسبة للأطفال يكون فيه تنوع بحيث يوصلوا الكمية الكافية من الحديد والمعادن اللي هنتكلم بقى على الأنيميا بالتحديد من الحديد وحمد الفوليك وفيتاميين بي 12 المواد الأساسية التي يحتاجها الجسم لتصنيع كرات الدم الحمراء طيب دكتور هل في سن معين لإصابة بالأنيميا أو فقر الدم يعني ممكن يكون عند أطفال وممكن يكون عند الكبار لكن سؤالي هنا تحديدا المقصود به هل مثلا بعد سن الثلاثين هو عرضة أكثر للإصابة بالأنيميا لا نقدر نقول الموضوع مش بالعمر شواء على قد ما هو بالعمر والجنس وطبيعة العمل كل حاجة لها حاجة والأمراض المصاحبة يعني في الزكور أكثر يعني الإناث دائما عرضة أكثر للأنيميا عشان الترباط المنسز عندهم ممكن تبقى فيها مشكلة ودائما حتى الرفرانس رينجز بتاعت النورما اللي هوموجلوبين في السيدات أقل بواحد من الرجال لأن السيدات عندهم فقد مستمر للدم سبب المنسز وديخلت ربنا الأعمار الأطفال مثلا الدورة الشهرية بتؤثر على وجود أومسا بالدم موجودة في الزكور بتخلي داما اللي هوموجلوبين بتاع الستات أقل شوية حتى الرفرانس رينجز بتاعت الستات أقل شوية من الرجال أقل بواحد ونص دراما الأطفال عرضة أكتر للتفاليات والديدان وبالذات في المناطق الريفية الديدان والتفاليات بعضها بيؤدي إلى بيتغز على الدم اللي في الأمعاء ويؤدي إلى فقر الدم ففي الأطفال بنركز شوية على أن السبب ممكن يكون ناحية الديدان أو التفاليات أو حاجة زي كده فالناس الكبار في السن حسب حتى تقول فوق التلاتين فوق الاربعين وعلى سبيل المثال اللي عندهم مشاكل قلبه بياخدوا أدوية سيولة دول بيتعرضوا للأنيميا وهكذا يعني كل فئة عمرية مع الأمراض المصحبة بتديني فكرة عن سبب الأنيميا لكن أشهر سبب للأنيميا على مستوى العالم هو أنيميا نقص الحديد ويعاني منه أكتر من حوالي 800 إلى 900 مليون بني آدم على وجه الكرة الأرضية طيب لما نيجي نقول أن ممكن كمان نلاقي أطفال أكثر عرضة للأصابة من أطفال أخرى برغم من عدم موجود مساببات زي اللي حرجت بتقولها يعني مفيش مثلا فطريات أو أميبة أو أيا كان الحاجات اللي زي كده ده بيأثر على نموهم وده بيأثر على زي ما حركت بتقول فيه سن الناس ما بتطولش فيه الولاد ما بيعرضوش فيه ده بيبقى فارق قوي مع الأطفال مع وجود كمان الحملة أو المبادرة الرئاسية لخياس التقاصل الحملة دي حاجة طبعا يعني أدت دور مهم جدا لأن في بعض الأنيميات ومنتشرة في بلدنا بقى في مصر وخصوصا في الصعيد إلى حد ما في مدن الصعيد والمدن الريفية الأنيميات الوراثية زي أنيميا البحر المتوسط دي المنتشرة في مصر بشكل أكبر والأنيميا المنجلية أقل منها شوية دي عبارة عن أمراض وراثية خلال وراسي في تصنيع الهومجلوبين هو الطفل مولود كده عنده خلال وراسي في تصنيع مادة الهومجلوبين اللي هو كاكو جوه كرد دم الحمراء ولها درجات بدرجاتها المتوسطة أو البسيطة بيتولد الطفل وهم اللي هومجلوب الليفل بتاعه ما بيعديش سبع ما بيعديش تمانية والأم مش واخدة بالها والقب مش واخد باله وبتدي ياخد بالهم عند سن البلوغ أو قبل سن البلوغ يلعوا جميع أمارات النمو عند هذا الطفل المتأخرة الطفل ده كل زميله أو كل أقرانه مشي وهما عندهم سنة ده مشي وهما عنده سنتين كل أقران وسنينه وهما عندهم ست شهور ده السنانه بدأت تطلع وهو عنده سنتين الطول والوزن بتاعهم بيبقى أقل من الرفرنس رينج بالنسبة لعمره بالنسبة لسنه فلما الأم تلاحظ حاجة زي كده بس أعتقد ده بيحصل لما الأهلي بتروح الوحدة الصحية باختلاف المستوىات الاجتماعية للحصول على التطعيم في منحنايات نمو المسؤولين بيشوفوها وبيتكتب ريبورت على كل مزبوط ده بيحصل بس مش بيحصل بيحصل لغاية سن سنة سنتين بالكتير وبعد كده الأمهات ما بتبقاش مهتمة أنها تتبع من حالات الأمهات تقيس العلامات الصحية دي لكن بيتلاحظها بقى من الطفل نفسه أن الطفل رفيع عن بقية زميله الأطفال دول ممكن يعانوا جدا أنهم هيوصلوا لمرحلة بذات سن البلوغ هلاقي كل زميله بلغوا بلغ شكلهم يتغير وهو لسه شكله طفل وسط رفيع فدي بتبقى حتى فيها ناحية نفسية قوية جدا دكتور أنا عايزة أطعك معلش أنا أسفح هاراك بتقول بيبقى سن شكله أرفع الأنيميا مرتبطة بالوزن ولا مرتبطة بجودة الأكل ما هو ممكن يكون لا احنا بنتكلم في نقطة وزنه مليان ولكن يكون أنامك لأنه صحيحة أنا بتكلم على النمو يعني هو لسه شكله صغنن شكله طفل بينما زميله تلال وشنابه وسط وطخن وبقى كبير وبدأ جسمه يفرد ويتول ويعرض وهو لسه شكله طفل وصوته حتى طفل رفيع فالحاجات دي لو اهتمينا بيها بزياد في الحاملة الرئاسية دي الناس اللي عندها أنيميات البحر المتوسط في الصعيد ومش عارفين ولين دا عندهم زواج الأقارب لحد ما منتشر شوية فتلاقي عائلات كاملة فيها المرض هم مش عارفين لما بنكتشف دا بدري بنوجه له العلاج نحافظ على نسبة مجلوبين معينة للطفل دا بحيث ينمو وأمارات النمو وعلمات النمو بتاعته تحصل بشكل متقارب لأقرانه فالطفل حتى ينشأ نفسيا ما عندهوش مشكلة من الناحية دي وده طبعا فيه جزء منه بقى بالتغذية فيه جزء بالعلاج فيه جزء بالتوجيه العلاج النفسي كمان للطفل نقول له انت ما عندكش حاجة وهتكبر وهتبقى كويس لكن لو تساب على سن 12-13 سنة ساعتها هتبقى فيه مشكلة هيبقى صعب ان احنا نعوض دا بعد كتا طب دكتور هل النهاجان وسرعة التنفس دا عرض من أعراض الأنميا وسؤالي التاني برضو لحضراتك دايما يمكن مننا كانت بتتكلم ان من بين الأعراض فكرة البرودة اللي بتبقى موجودة في الأطراف سواء كان الإيد أو الرجل هي علاقة دا برضو بالأنيميا بالنسبة للنهاجان النهاجان من أعراض الأنيميا وخاصة مع المجهود البسيط يعني لو حضرتك مثلا ساكن في الدور الأول أو التاني ومتعاود تطلع السلم ومعندكش أنيميا وبعد فترة لاحس ان انت بدأت تنهج مع هذا المجهود البسيط دا ممكن يكون بداية عرض ان عندك أنيميا القلب مش وصل له أكسجن كفاية زائد انه مش قادر يوصل للعضلات أكسجن كفاية فبيدق عدد ضربات أكتر عشان يحاول يدور الدم عدد دورات أكتر فيوصل كمية أكسجن أكتر للعضلات تقدر تقوم بنفس المجهود اللي ما كانش بيعملك نهاجان من شهر أو من شهرين أو من فترة ودلوقتي بدأ يعملك نهاجان فالنهاجان قد تكون فعلا علامة من علامات الأنيميا ولكن برضو نهتم أنه مش أنيميا بس ممكن تكون مشكلة في القلب ممكن تكون مشكلة في الرئة فدي قصتك بالنسبة لموضوع الأطراف الأنيميا ليس لها علاقة مباشرة ببرودة أو سخونة الأطراف دي لحد ما يعني لها علاقة شوية بالوراثة زائد ان في بعض الأمراض الندرة شوية كده بتخلي الأطراف بتبقى سقعة ومتلجة الناس دي عندهم في درجات الحرارة المنخفضة الشرايين والأوردة بتاعت إيديهم ورجليهم مناطق دي منتطرافة يعني نهايات الدورة الدموية بتبقى رفاعة قوي ودقيقة قوي ودرجة الحرارة من طبيعتها أنها لما بتقل الشرايين بتنقبض ولما بتسخن حتى الواحد لما يعمل مجهود يبقى جسمه سخط لا وشه مصهد كده ومحمير الشرايين واسعت فالدنيا ببن فيه دموية في وشه ففي الشتاء الحاجات الشرايين والأوعيات الدموية اللي في الصوابع وفي رجلين دي لما بتدي تضفق الدم بيقل شوية للمناطق دي فيحصل لها برودة لأن بيدي جسمنا درجة حرارته هو الدم طيب هل نقص الدم أو فقر الدم ممكن يؤثر على الجهاز المناعي؟ طبعا ويؤثر على التقام الجروح وسرعة الشفاء من الأمراض لأن في النهاية أنا بوصل أكسجين للأعضاء سواء السليمة أو المريضة فأنا كده بأثر يعني الناس اللي عندهم أنيميات وأنيميات شديدة لما بيجي يروح يعمل عملية يقولوا لا أخلي صلح الأنيمية اللي عمل عملية للنجرحة كده ممكن يأخذ وقت في الالتقام كل ما كان الأكسجين والبروتينز وعدد خلايا المناع اللي ماشي في الدم وبتوصل للعضو اللي بننعالجه أكتر كل ما يكون التقامه وتعفيه من المرض اللي فيه أسرع طبعا طيب دكتور أخيرا عاوزين نصيحة حضرتك تنصحها لكل شخص اللي يقي نفسه من الأنيمية أولا وكل شخص مصاب سواء كانت النصيحة دي هي نصيحة طبية أو نصيحة غذائية في نوع غذاء بعينه لازم يكون موجود على طويلة الطعام الغذاء بعينه دي نقطة مهمة عشان يعني المهم فيها الكيف وليس الكام يعني أنا مش لازم أكل فرخة مثلا على الغداء أنا ممكن أكل ثلاثة واجبات صحية سليمة فطار بسيط جدا وغداء متواضع جدا وعشاء بسيط جدا بس يكون متنوع يحتوي على البروتين والكربوهايدريت والخضرات والفاكل اللي بتمدينها بالمينرالز والفايتامينز والبروتين يا ريت لو فيه حاجة تكون غنية بالحديد زي الكبدة واللحم الحمرة ولو بقدر ضئيل جدا يكون فيه كمية سوايا الكفاية شرب العصائر الحمضية شوية بيساعد على متصاص الحديد لو بعد الغداء شربنا مثلا كباية عصير لمون أو كباية عصير بطوان ده بيزود من متصاص الحديد في ناس دي ما بتقولك كل بنجر ورمان كثير البنجر والرمان يحتوى على الحديد الحديد عشان يمتصر من المعدة هنوصل عليهم لمونة لازم نوصل عليها لمونة لازم نتوفر بتفاعلات كميائية معينة بتحصل في المعدة لأن الحديد اللي في البنجر جسم ما قدرش يمتصه إلا ما يحوله لشكل تاني فإحنا بنوفر له بقا الحكاية دي باللمون العصار الحمضية أبطل فيه ممكن قدي فيتامين سي لأنه حمض فيه دكاترة بيدل عيان فيتامين سي مع الحديد لأن فيتامين سي بيزود حمضية المعدة شوية فيساعد على التفاعل الكيميائي اللي بيسهل امتصاص الحديد ونبعد عن الشاي والقهوة والنسكفي والحاجات دي لأن فيها مادة بتتفاعل مع الحديد اللي في الأكل بتمسكه وتخليه بقى صعب الامتصاص هي ما بتكسرهش ولا بتعمل فيه أي حاجة بس جسبي ما بيقدرش يستفيد منه يعني لو هيمتصه بنسبة 100% لما أشرب شاي على الأكل الامتصاص هستفيد بكمية أقل من الحديد أشرب شاي براحتي وأشرب قهو براحتي بس ما يختلطش مع الأكل اللي في المعدة قبل الأكل ب3 ساعات بعد الأكل ب4 ساعات كده 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 حضرتك تمنتين عكس البنجر والرومان اللي أنا باكله مالوش لازمة جنب لا لا بالعكس ده غني بالحديد غني بالحديد نورتنا يا دكتور وضف عزيز دايما بنسعد بوجودك معنا في صباح الخير لدكتور حسين همام استشاري أمراض الدم شكرا وجودك معنا في صباح الخير شكرا جزيز